اشتركوا في القناة على التوازن يقول لك تتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي عن طريق عدد من السياسات منها تقديم اعانات للانتاج او فرض ضرائب عليه يبقى الحكومة بتتدخل في النشاط الاقتصادي اما بتقدم اعانة للمنتج او عشان تشجعه على زيادة الانتاج او بتفرض عليه ضرائب طيب الضريبة او الاعانة دي هتأثر على التوازن او هتأثر على التوازن طيب هتأثر ازاي هنشوف هنتناول الاول اثر الضرائب على التوازن والضرائب فيها نوعين في حاجة اسمها الضرائب النوعية دي عبارة عن مبلغ معين يفرض كضريبة على كل واحدة من وحدة الانتاج يعني الحكومة مثلا بتفرض خمسة جنيه مثلا على الوحدة ضريبة او اتنين جنيه او تلاتة جنيه بقى بتفرض رقم معين رقم مش نسبة من السعر رقم معين من الضرائب على كل واحدة من وحدات الانتاج ده اسمه الضرائب النوعية وممكن تفرض حاجة اسمها ضرائب القيمة او ضرائب الانتاج القيمية زي ضرائب القيمة المضافة بيسموها قيمة مضافة لان هي بتبقى نسبة من السعر يعني مثلا من ضريبة القيمة المضافة عن الاف مصر اربعتاشر في المية فهي اربعتاشر في المية النسبة من السعر فبالتالي كل السعر ما يزيد الدريبة بتزيد اه معها اه طبعا الضريبة دي الدريب والاعنات بتأثر على السعر التوازني وعلى الكمية التوازنية وبتتفاوت درجة تأثير الدريب دي حسب العوامل دي منها اه نوع السوق السوق لو منافسة او احتقار يعني في سوق المنافسة غير سوق الاحتقار اه يعني في سوق منافسة المنتج مش هيستطيع مثلا منافسة كاملة مش هيقدر يرفع السعر فهيضطر يتحمل الدريبة هو لكن في الاحتقار في امكان رفع السعر وبالتالي يقدر المحتكر ينقل الدريبة للمستهلكة ايضا درجة مرونة الطلب السعرية لو مرونة الطلب السعرية عالية هيبقى في صعوبة في ان المنتج يرفع الدريبة لأنه لو رفع الضريبة السعر هيزيد فالكمية المطلوبة هتقل بدرجة كبيرة جدا وأيضا نوع السلعة وأهميتها لو كانت ضرورية ولا كامرية طيب هنالكلم عن تأثير الضريب الانتاج النوعية نالكلم عن الضريب النوعية على توازن السوق طبعا الضريبة الانتاج النوعية هتفرض على المنتج وبالتالي الضريبة هتأثر على دالة العرض فقط وليست دالة الطلب طب لو افترضنا ان الضريبة دي مقدرها تي دالة العرض هتبقى عاملة ازاي دالة العرض هنا عبارة عن ايه مينس سي هنا دي الكمية المعروضة بيسه ومينس سي ده السابت بلس دي هي في الاول دي بي هنا التي دي هي الضريبة التي دي هي الضريبة فهتنقص السعر يبقى الضريبة هتقلل السعر بتاع اللي هيبيع به المنتج يبقى فرض الضريبة دوت فرض الضريبة على المنتج هيقلل المقدرة للمنتج بيحصل عليه طيب دالة الطلب هتبقى زي ما هي يبقى اذا اول حاجة لازم نبقى عارفنها ان الضريبة هتأثر على ضلة العرض بينما ضلة الطلب هتبقى زمية السبب هنا ان تغير ضلة العرض ان هو ان السعر اللي سيحصل عليه المنتج بعد الضريبة السعر اللي هياخذ عليه بعد الضريبة سيكون اقل من سعر السوق بمقدار الضريبة شحنا عشان كده قلنا السعر هيبقى P-T شلنا الضريبة لأن السعر اللي هيحصل على المنتج بعد الضريبة هيبقى أقل وهذا سوف يؤدي إلى التقليل طبعا من الكميات المعروضة برضو كما أن فرض ضريبة نوعية على الإنتاج سوف يؤدي إلى ارتفاع السعر التوازني ولكن بمقدار أقل من الضريبة طب تعالوا نشوف المثال ده بيقول لي إذا كاننا دايك نموذج السوق الآتي QD A-P والكمية المعروضة QS وبفرض أن الضريبة النوعية على الإنتاج مقدارها T لكل واحدة فالمطلوب استخراج السعر والكمية التوازنية تاني بعد الضريبة الحل هنا هنعمل إيه أول حاجة هنجيب هنشوف الضريبة هتأثر على مين يبقى الضريبة هتأثر على ضلة العرض اللي هي دي QS هتأثر عليها أن السعر ده اللي هو B اللي بيحصل على المنتج هيكون أقل بمقدار الضريبة فهنا هيكون أهو هتبقى بدل ما نضرب D في البي على طول هنضرب D في البي ماينس T طيب هتساوي إيه الكلام ده هيتساوي بي وإسا يبقى لما نضرب D في البي هتدينا D وبعدين نضرب D في التي هتدينا DT وهنا موجة في مينس بمينس يبقى دلة العرض الجديدة هتبقى ايه Q هتبقى QS اهو خلينا نمسح الكلام ده هتبقى QS equal minus C plus D P minus DT طيب شرط التوازن في السوق ايه ان QS بتساوي QD طب تعالوا هنا بقى نشوف هنساوي دلة الطلب ايه QS ودي QD بس بعد الضريبة تمام هنشوف ايه اللي هيحصل طبعا المينس بي ديت مينس مينس بي آآ بي 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 هتتنقل الناحية التالية والC هتيجي هنا بالموجة والDT هتيجي بالموجة يبقى هنا A plus C plus DT اللي هي ديت هتساوي D DP plus BP طيب احنا عايزين مين؟ عايزين السعر التوازني فاحنا هنحاول هناخد هنا البي اللي هو البي التوازني ده هناخده عامل مشترك هنطلعه برة هيتبقى هيتبقى بلاس DT على D بلاس B طيب ده كده السعر التوازني ده ممكن المقدار ده نقسمه جزئين الجزء الاول E plus C على D بلاس B ده الجزء الاول مش ده السعر كده اللي خدناها قبل كده قبل قبل الضريبة يعني ده السعر التوازني قبل الضريبة طيب والمقدار ده DT هأسيه برضا العديد زائد B المقدار يبقى السعر بعد الضريبة بصوا هنا السعر التوازني قبل الضريبة افترضنا انه بإنه P نوت عبارة عن AC بلس AC على B D ده كده السعر قبل الضريبة المقدار الاول ده طيب السعر بعد الضريبة هو السعر ههو اللي هو P بار ده هو السعر قبل الضريبة زائد المقدار اللي السعر هيزيد B يبقى هنا المقدار ده موجب موجب معناه ايه هنا معناه معناه موجب ده معناه ايه المقدار ده موجب اهو معناه ان السعر هيزيد بعد الضريبة يبقى يتضح مما سبق ان اثر الضريبة على السعر التوازني هو زيارة السعر بعد الضريبة بالمقدار ده يبقى السعر التوازن هيزيد بالمقدار ده. اللي هو دي تي مقصوم على آآ دي بلاس بي. طيب حلو او. طيب عايزين نشوف احنا كده الكمية التوازنية هنعوض بالسعر التوازني اللي هو كل المقدار ده. ده السعر التوازني بعد الدريبة هنعوض به. هنعوض به في في دلة الطلب او دلة العرض. فلو افترضنا دلة الطلب دي اهيه. مش ده السعر. هنشيل السعر اللي هي دية دي ونحط مكانها السعر التوازني ده. يبقى هنحط حطينا المكان ده وبعدين وبعدين هنشوف ده. هنضرب بقى بعد كده في المقدار ده كله. اللي هي هنحصل على اهو. طلعنا دية اهيه ده هتضرب في في ايه زائد سي زائد دي تي. مقسوم على دي في ايه. وبالتالي دي دي لما هتضرب هتتوزع على جوة دول. مرة هضرب في ايه. ومرة هضرب في سي ومرة هضرب في دي تي. فاهو هتوزعت حتى انا ملونها بالاخضرة. يبقى هديني بي اي بلاس بي سي بلاس بي دي تي. وزعنا دي على جوة اهي. وبعدين لسه في عندي ايه اهو هضرب ها هنا هواحد المقامات على عشان عارف اطرح على بي زائد دي. يبقى هاحصل على المقدار ده. هضرب الاي ديت اهيه في بي زائد دي فوق. وبرضو اقسم على بي زائد دي. كأن ده ربط في واحد ما الاتنين دول لما زي بعض ما قسمنا العض فانهم في واحد. عشان المقدار ده المقام بتاعه بي زائد دي. وبعدين اسوي ده. اسوي كل دول. هيبقى ده اي بي اهو بلاس اي دي. مينس بقى المقدار كله ده بس خلي بالك هنا المينس قدام القوس كله. عشان لو انت تغلط لازم انا حطيت هنا القوس ده ليه. القوس ده محطوط علشان السالب دي اللي هي دي. السالب ديت مضروبه في كل القوس. فالجوة القوس موجب هيبقى سالب. يبقى اهو في الشكل اللي بعديها اهو هيبقى ايه ده كله سالب لان السالب دي مضروبه في اللي هيبقى اي بي اهي. مينس بلاس اي دي. مينس اي بي. مينس بي سي. مينس بي دي تي. طيب فيه حاجات زي بعضها انت يره اه. فيه حاجة عندي هنا اهي. اللي باللحمر ده. اي بي مع اي بي طير. هيتبقى لي اي دي مينس بي سي. مينس بي دي تي على بي زي الدي. اهي. اللي تبقى هنا. اللي تبقى من اي دي اهي. اهو خليني كده امسح امسح ده. وخليها بالايه? باللون الاصفر عشان بيبقى بعيد. يبقى اي دي. اهي اللي اتبقت اي دي. وتبقى لي مينس بي سي. اهو مينس بي سي. ماينس بي دي تي على الرقم على بي زي دي. طيب المقدر ده اقدر اقسمه جزئين برضو. اقدر اقسمه جزئين. الجزء الاولاني ده. اللي هو الجزء الاولاني ده كده. وبرضو الجزء التاني ده مقسم على ده. يبقى. اللي بقى يبقى دي كده لان دي المقدر ده اللي هو اي دي بي سي على بي زائد دي دي الكمية التوازنية قبل الضريبة تمام والجزء ده بي دي تي الماينس ده على بي زائد دي تي ده المقدار اللي الكمية التوازنية هتقل بيه نتيجة للضريبة يبقى يبقى الضريبة يبقى هزا الكمية التوازنية اللي هي كيو بار هنا دي هتقل بالمقدار ده اللي هو المقدار ماينس بي دي تي مقسومة على بي زائد دي طيب حلوة ويبقى كمية قبل التوازن كانت كامكة المقدار ده قبل الدريبة طيب بعد الدريبة هتقل بالمقدار بي دي تي اللي احنا ايه قلنا عليه طيب يبقى الخلاصة بقى ان فرض الدريبة نوعية على السعر مقدرها تي دريبة نوعية مقدرها تي هتقدي الى زيادة السعر التوازني بالمقدار دي تي على دي زائد بي بالمقدار ده وانخفاض الكمية التوازنية بالمقدار BDT على B زائد D يبقى إذن النتيجة للضريبة السعر هيزيد والكمية هتقل طيب السؤال هنا الزيادة في السعر منها يتحملها والسؤال هو من يتحمل عبء الضريبة هل هو المنتج ولا المستهلك أو كلاهما احنا قول السائلين في المحاضرة اللي فاتت ان ده يتوقف على نوع السوق ومرونة الطلب ومرونة العرض لو كانت مرونة الطلب اللي هي أكبر من واحد لو مرزن وان يبقى ارتفاع السعر هيقلل الكمية بدرجة كبيرة يبقى المنتج مش هيقدر يرفع ضريبة قوي على المستهلك فالمنتج هيتحمل هو الجزء الأكبر من الضريبة اما اذا كانت الطلب غير مرين او قليل المرونة يعني للزن وان اقل من واحد معناه كده هيحمل المستهلك بالجزء الأكبر من الضريبة لانه لما يرفع السعر المستهلك مش هيعطاره قوي لان السلعة دي الطلب عليها غير مرين بالنسبة للسعر ولو كانت مرونة الطلب زيرو سلعة ضرورية زي الأدوية مرونة الطلب ايه دي اللي الاستاذة توقف دمان اكوال زيرو زيرو معناها ايه المستهلك هيشلعب الضريبة كلها لان سلعة اساسية زي الكهربا الكهربا لما سعرها زاد محدش هيقدر مش هنعزين كهربا لا سلعة ضرورية وكذلك الحال بالنسبة لمرونة العرض احنا شفنا أثر الدريبة النوعية على السعر والكمية شفناها بالرموز بعد كده هندلوقت هدي مثال بالأرقام مثال واحد بيقول لي اذا كان لديك نموذج السوق الآتي لسلعة ما كيو دي اللي هي الكمية المطلوبة بتساوي 20-7B وكيو اس اللي هنا الكمية المعروضة equal minus 4 plus 5B المطلوب بقى رقم واحد ايجاد السعر والكمية التوازنية تاني اتنين ما هو أثر فرض ضريبة معوعية مقدرها اتنين وحدة نقدية لو فرضنا ضريبة مقدرها اتنين وحدة نقدية اتنين جنيه مثلا على سعر وحدة الانتاج على كل من السعر التوازني وكمية التوازنية عادينا نشوف لو فرضنا ضريبة مقدرها اتنين جنيه هتأثر ازاي على السعر والكمية وثلاثة من يتحمل التغيرات السعرية بسبب فرض الضريبة يعني السعر هنا ادي ضريبة يبقى السعر هيزيد من اللي هتحمل ازاي ده في السعر طيب هنحل بقى ازاي هنستخدم الطريق الاول نجيب التوازن قبل الضريبة وبعدين بعد الضريبة يبقى هنستخدم الطريق المباشر عشان نجيب التوازن قبل الايه قبل الضريبة اهو القانون بتاع السعر التوازن بنجيب الاول السعر التوازن بي شرطة دوت او بي بار بيسوي اي بلاس سي على بي زائد دي واحنا طبعا عارفين الاي بي سي دي عبارة عن ايه الاي هو دية السابت بتاع ده اللي تتطلب ده الايه يبقى ده كده العشرين دي هنا بتقول الايه والسبعة دي سباك من الاشارة بتاعتها دي بي خد موجب لان احنا حاطيني عليها من شرط انه هو موجب ده بي والاربعة ديت اللي هو السابت بتاع دلة العرض ده سي والفايف ديت اللي هي الخامسة ده دي يبقى احنا عرفنا ايه بي سي دي عبارة عن ايه طيب يبقى هنا السعر التوازن هيسوي الاي بلاس سي على بي زائد دي ونعوض بالارقام هيطلع اتنين طيب الكمية التوازنية او الكمية التوازنية القانون بتاعها بيقول ايه اي دي ماينس بي سي على بي زائد دي وهنعوض بالارقام دي هيطلع السعر الكمية المعروضة هنا التوازنية هنا ستة يبقى السعر التوازني هنا السعر اللي حقق التوازن اتنين والكمية اللي حقق التوازن ستة حلو اوي هنحل نفس الكلام ده كده قبل الايه قبل الضريبة هنحل بعد الضريبة يبقى بعد الضريبة هنشوف بقى أثر فرد ضريبة نوعية نوعية يعني هنا مقدارها تنين جنيه يعني كل واحدة هيبقى عليها تنين جنيه ضريب على السعر التوازني طيب هنشوف السعر خلي بالك بقى السعر التوازني بعد الضريبة احنا قلنا هيساوي المقدار ده قبل الضريبة بس هيزيد بالمقدار ده بعد الاي يبقى هتزود دي في تي 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 على بي زا دي ده المقدار اللي هزيد بالسعر طيب لما حسبنا ده اهو المقدار ده هيطلع هنا اتنين اللي هو قبل الضريبة هزيد بكم بقى بدي تي دي هنا خمسة في اتنين اتنين اللي هي الضريبة هنا ضريبة اتنين واحدة نقضية اللي هي هنا في التمرين ده دي اللي اتنين دي طيب على خمسة زايد اي بي زايد دي هنا السعر قبل الضريبة كان اتنين وهيزيد بالضريبة هيبقى تلاتة وتمانين من مية يبقى السعر هيبقى تنين فاصل تلاتة وتمانين من مية تقريبا يبقى السعر هنا بعد الضريبة اتنين فاصل تلاتة وتمانين من مية يعني كان هو قبل الضريبة اتنين يبقى زاد بتلاتة وتمانين من مية وحدة نقضية طيب الكمية التوازنية نفس الكلام بالنسبة الكمية التوازنية امسح كده بالنسبة للكمية التوازنية خلينا هنا الكمية التوازنية قبل التوازن اهيه بس احنا عايزينها بعد التوازن يبقى المقدار ده كله على بعضيه ده المقدار اللي هتقل به الكمية ده اللي هو باللون الموف ده ولما نعوض هتطلع الكمية كا 16 من 100 تقريبا 16 من 100 يعني اقل من واحدة بعد ما كانت الاول ست وحدات بعد ما كانت ست ايه وحدات يبقى قلة الكمية بكتير جدا طيب ايه التفسير بقى الاقتصادي للنتايج دي اول حاجة ان فرض الضريبة مقدارها اتنين ووحدة نقدية هنا رفع السعر او رفع سعر وحدة الانتاج من اتنين الى اتنين فاصل تلاتة وتمانين يبقى فرض ضريبة نوعية مقدارها اتنين ووحدة نقدية قدى الى رفع السعر التوازني من اتنين الى اتنين فاصل تلاتة وتمانين من مية واحدة نقدية اي ان المستهلك قد تحمل جزءا من الضريبة هنا مقدارها تلاتة وتمانين من مية الاتنين جنيه دول اللي زادوا او اتنين واحدة نقدية المستهلك شال تلاتة وتمانين ارش منهم اللي هي اتنين تلاتة وتمانين مينس اتنين اما الجزء الباقي اللي اتحمله المنتج يا الدريبة كلها كانت كام اتنين المستهلك شال منها تلاتة وتمانين من مية يبقى الجزء اللي تحمله المنتج هو واحد آآ وسبعة لا ده واحد واحد وايه اتنين مينس تلاتة وتمانين من مية ده واحد فاصل سبعتاشر سوري واحد فاصل سبعتاشر ده سبعتاشر لو طرحنا اتنين ناقص تلاتة وتمانين مية هدينا واحد وسبعتاشر من مية يبقى اللي شال الجزء الاكبر من الضريبة هو هنا مين المنتج شاله 117 ارش والمستهلك يتحمل 83 ارش لان الطلب هنا واضح ان هو كبير المرونة فالمنتج هيتحمل الجزء الاكبر من الضريبة طب مثال تاني برضو مديني دلة الطلب هي كيو دي بتساوي 10-P والمطلوب هنا ايجاد السعر والكمية التوازنيتين ما هو اثر فرض ضريبة نوعية مقدرة وحدة نقدية واحدة على سعر وكمية التوازن ده السعر ده النموذج هنا فين ايه في النموذج ده ايه اللي هي هنا عشرة طب فين بي اللي هي معامل البي ديت اللي هي واحد فهنا البي هنا هتبقى واحد كأن فيه هنا واحد والسي اللي هي هنا فايف والدي اللي هي هنا الدي اللي هي هنا اتنين طيب عايزين نشوف السعر والكمية التوازنيتين وبعدين لو اتفرض الضريبة نقدرها واحدة نقضية جنيه واحد وبعدين من يتحمل التغيرات السعرية بسبب الضريبة وبعدين التمسيل البياني هنطبق على طول بالطريقة المباشرة هنشوف القادم بتاع السعر اهو مش هنقعد نقول فيه السعر هيطلع هنا خمسة ولما نشوف نعود بالكمية بالطريقة المباشرة الكمية المطلوبة التوازنية هتطلع خمسة يبقى ده خمسة وده خمسة يبقى السعر التوازني خمسة والكمية التوازنية خمسة هنشوف التوازن بعد الضريبة هنطبق الدريبة هنا دلة الطلب هتبقى زي ما هي الدلة العرض هي طبعا الدريبة هتأثر على دلة العرض فهتتغير دلة العرض كانت كام امسح كده عشان نشوف كانت كيو اس بتساوي كيو اس بتساوي مينس فايف بلاس تو بي فهتبقى مش تو بقا هيطبقى تو في بي مينس وان الواحد ده الضريبة اللي يا تتفرت فده هيقلل السعر الا الضريبة بتقلل السعر اللي بيحصل عليه مين؟ المنتجة. طيب لو ضربنا الاتنين هنا الاتنين في البي هتدينا اتنين بي. ولو ضربنا الاتنين في سلب واحد هتدينا سالب اتنين. طيب احنا ممكن نجمع السالب اتنين دي مع السالب خمسة دي بقى ادينا سالب سبعة. يبقى ازا هتبقى سبعة بلاس تو بي. يبقى الضريبة النوعية هنا شباب بتعمل بتغير بس مين بتغير سبت الدلة بتاع العرض مش بتغير الميل. يبقى الضريبة النوعية لا تؤثر على ميل الدلة وانما تؤثر على الجزء المقطوع من المحور الرأسي. شرط التوازن كيو اس اكوال كيو دي وبعد كده هنطبق في المعادلة دي بالطريقة التعويض هيطلع السعر التوازني خمسة فاصل سبعة وستين من مية. وبعدين هنعود بالسعر ده في معادلة الطلب او العرض هنا هنعود في معادلة الطلب هيدينا الكمية التوازنية هنا هتبقى اربعة وثلاثة وثلاثين من مية. يبقى الاثر النهائي للضريبة ايه اللي حصل? مش التوازن كان ده خمسة وخمسة يبقى قد فرض ضريبة مقدار وحدة نقضية واحدة على سعر السلعة لزيادة في السعر التوازني. السعر زاد سبعة وستين ارش. زاد من خمسة جنيه الى خمسة سبعة وستين. اهو ده بعد الدريبة سبعة خمسة سبعة وستين كان قبل الدريبة خمسة. وانخفاض الكمية التوازنية برضو بسبعة وستين ارش. او سبعة وستين واحدة. لان كانت خمسة بقت اربعة ثلاثة وثلاثين. طب التوضيح البياني ادي هنا على المحور الافقي الكمية المطلوبة والمعروضة على المحور الرأسي البرايس وهنا ده منحنة طلب. كيو دي اكوال اه تين ماينس بي. وده التين اللي هو السبت بتاع دلة الطلب. وده العرض اهو دي دلة العرض. السلب خمسة دي هي السبت اللي هو المقدر ده. وبعدين ده زيرو. وهنشوف الكمية التوازنية هنا فايف. وتسعر التوازنية برضو هنا ايه فايف. اهو. ده السعر قبل الدريبة. وده الكمية التوازنية قبل الدريبة. طيب الدريبة هتعمل ايه? هتنقل مين? هتنقل دلة العرض. هتخل العرض يزيد ولا ايه? طبعا العرض هيقل. فالعرض يقل كده لليصار اهو. الدلة جديدة تطلع. هتطلع الشكل ده. ده ده الدلة الجديدة. فالسعر هيزيد. الكمية هتقل من خمسة لاربعة تلاتة وتلاتين. والسعر هيزيد من خمسة الى خمسة سبعة. وستين ده السعر التوازني قبل الدريبة. يبقى الدريبة عملت ايه هنا? دي الدريبة النوعية. قال لي بالك دي دريبة ايه? نوعية. فالدريبة النوعية عملت ايه? فأثرتش على الميل. الخط الاحمر ده دلة العرض الجديدة موازية للخط الاديم. موازية ليه يعني الميل ما تغيرش. اللي تغير اللي هو الانتر سيبت. كان خمسة بقى ايه? ماينس سبن. اللي من المحرصي اللي هو الانتر سيبت. ولا تؤثر على ميل الدلة. آآ كده المحاضرة انتهت. المحاضرة التالتة. وكلمنا فيها عن الضرائب النوعية. واثرها على التوازن. على سعر وكمية التوازن.